الله الذي سخر لكم البحر الله اسم الجلالة هنا اللام فيه مفخمة هكذا الله الله الذي سخر الذي مد طبيعي بمقدار حركتان الذي سخر لكم البحر البحر اللام هنا قمرية مظهرة لتجريا قلقلة الجيم وتكون شديدة يعني فيها صفة الشدة هكذا ولا نقول لتج شديدها لفظ أجد قط بكت كما قال الإمام بن الجزري رحمه الله فالجيم من صفاتها الشدة أين حباس الصوت هكذا لتجري الفلك فيه الفلك أيضا اللام قمرية مظهرة لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا بأمره الميم هنا في كلمة بأمره إظهار شفوي بأمره صلة صغرى هذه الهاء تمد بمقدار حركتان بأمره بأمره وَلِتَبْتَغُ وَلِتَبْتَغُ لَا نَنْسَقَ الميم الساكنة إخفاء حقيقي هكذا من فضله وَلَعَلَّكُمْ أيضا هنا صلة صغرى وكما قلنا قبل ذلك الصلة الصغرى ملحقة بالمد الطبيعي يعني تمد حركتين من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الميم الساكنة هنا إظهار شفوي والواو في كلمة تشكرون مد عارض للسكون لنا فيه حركتان أو أربع حركات أو ستة حركات وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنه وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا الميم الساكنة جاء بعدها ميم متحركة فالحكم هنا إضغام مثلين صغير هكذا لَكُمْ مَا مع الغنى بمقدار حركتان لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لو لاحظتم لم ننطق أليا في كلمة في قلت في السماوات أين الياء؟ الياء حذفت نطقا فقط وليس كتابة يعني تكتب ولا تنطق الياء حذفت نطقا لالتقاء الساكنين فحذف الساكن الأول وهو الياء لمجيء الساكن بعده وهو السين المشددة في كلمة السماوات في السماوات وما في الأرض كل هذه مدود طبيعية الألف بعد الميم السما وكذلك الألف بعد الواو السماوات وكذلك الألف بعد الميم في كلمة وما وأيضا ألياء في كلمة في وما في الأرض لا تنطق لالتقاء الساكنين الأرض هذه اللام لام قمرية مظهرة جميعا منه التنوين إضغام بغنة هكذا جميعا منه والنون في كلمة منه إظهار حلقي إن في ذلك إن حرف غنة مشدد حكمه وجوب تطويل الغنة هكذا إن في وفي ألياء مد طبيعي وكذلك الألف بعد الزال في كلمة ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لآيات هنا ألفان كلاهما يمد بمقدار حركتان الألف الأولى التي بعد الهمزة مد بدل والألف الثانية التي بعد الياء مد طبيعي لآيات لآيات لقوم التنوين هنا إضغام بغير غنة ينطق هكذا لآيات لقوم يتفكرون التنوين لقوم إضغام بغنة يتفكرون الواو هنا مد عارض للسكون لنا فيه حركتان أو أربع حركات أو ستة حركات هذا بالنسبة للأحكام التجويدية بالنسبة للوقف والابتداء لو لاحظنا أن الآية الأولى نظرنا فيها لو نظرنا فيها جيدا لن تجد فيها أي علامة وقف في المصحف الذي أمامك فهذه الآية ليس فيها موضع للوقف ولكن إذا لم يستطع القارئ أن يقرأها بنفس واحد ماذا يفعل كما تعلمنا يقف قبل أن ينقطع النفس ثم يرجع من حيث يصح البدء فيمكن أن يقرأ مثلا ويقول الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ثم يرجع لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أما الآية الثانية ففيها وقف على كلمة منه وهو وقف جيد ويبتدئ بعدها إن في ذلك ولكن إذا وقفنا على كلمة منه لا بد من بيان الهاء لأن الهاء الأخيرة هذه حرف ضعيف إذا لم نبينه يتلاشى ولا يظهر فيقول البعض خطأا منه أين الهاء لا وجود لها لا بد من بيان الهاء هكذا منه منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون موسيقى